وفي إطار العلاقات الأخوية المتجذرة والتعاون والتنسيق المشترك بدأت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المنتحدة باعتماد ممر سفر أمن بين البلدين وذلك للحصلين على التطعيم والذين سيتاح لهم التنقل بين البلدين دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي الاحترازي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ويتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر الصحي الاحترازي في كل البلدين براز حصولهم على الجرع الأخيرة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها يأتي ذلك تأكيدا على حرص البلدين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة مما سهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالميا في نسبة الحصلين على التطعيم بما يضمن سلامة وصحة المجتمع والحد من انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقر